يمكن فيه جوانب كتيرة مهمة مش بس الولاد الجداد اللي حياخدوا ثقة وحياخدوا خبرة كويسة جدا وفرص للتعبير عن قدراتهم لا كمان عندك لعيبة راجعة زي كريستو وكريستو لعب مهم جدا حال تجهيزه ان شاء الله يكون اضافة قوية للفريق مودست محتاج يتجاهز بدنيا لانه بدأ من غير فترة اعداد كافية وسام ابو علي ايضا زي ما شفته فروس صلاح قال انه في درجة انسجام عالية جدا مع الفريق ودخل كأنه واحد منهم ما هواش عنصر جديد واعتقد دي سمة دايما لللعب الجديد اللي دخل على فريق الاهل يا بشمونت انا هجل اتوقف شوية عنده سام انت زي ما قلتلك سأل جدا الاحصائيات تشاور لك على تقييمات محددا للعيبة سأل جدا تتابع الحالة الطبية وتاريخه السلوكي حد لكن الشخصية سيد ابرهيم بتيجي بالعشرة والمواقف عجبني جدا جدا الاطلالة اللي ظهر بيها في قناة الاهلي معه الكابتن اسلام الشاطر انا ما شفتش ناس كتير بتتكلم بهذا النظر وهذا الصدق وزكاء وراجل يعني 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 ببساطة الشي دي بقول مين اللي أصر فيك قال له المدرب الفلاني وده بيمره نشوفه لديو يونايتد وكان التخطيط ان انا نروح لانجلترا وصعب اقوله لأ لانه دور مؤسف في حياتي انا مندمج معه أسريا والحد النهاردة بنكلم بعض لكن انا لما امير تكلمني كان الرد الاولاني انا عايزة اطلع اوروبا حكالي عن نادي الاهلي وابتديت اتابع النادي الاهلي فرديت عليه لا اهلي اولا وسنين وسلسا واعتذرت للمدرب اللي تفهم وقال لي بتمنى لك التوفيق لما اتكلم مع أسرته قال له انت بتتكلم فيه ده النادي الاهلي اتضح ان أسرته متابعة النادي الاهلي تماما وكملت له الصورة الجميلة لما بدأ اسم ارتبط وجه لقى الاطفال في غزة حدفين عليه مسئولية اسعادهم فكان رد فعله جميل جدا قاله يعني مين يقدر يتجهل هذا الامر ان اصبح قدوة لناس مش لاقي حد يبلي رقها فاذا كنت اقدر ساعدهم بأي حاجة من خلال ان انا اكون سفير ليهم من خلال نادي الاهلي للكورة الفلسطينية لن اتدخر جهدا لما اتكلم عن ناحة الفنية انا بلخصلك لانشوف تركيزه قال له انا بحب الركض وانا اركض اركض كتير انا باجري عايز يقول بتحرك كويس في الملعب فانا لما قعدت مع ميستر كولر اللي طلبوا مني بيتناسب مع اللي انا بعمله مفيش فرق كبير ده راجل جاي من دوره الاوروبي وهم بيطلبوا نفس الحاجات المهارات اللي احنا مش بنتم بيها التحرك اللي بالكورة وبدون كورة والضغط وانا اول مدافع وانا في الهجوم واو واخر مهاجم يعني له مصطلحات راجل ناضج جدا مش عايز اصطبق الاحداث لكن عايز اقول ان فعلا المذاكرة والهوم وورك اللي اتعمل في تفاصيل جيدة لا يبقى الا توفيق لا يبقى الا توفيق واضح انه حيكتهد واضح انه فاهم يعني ايه النادي القالي واضح انه عايز يسعد بني جلدته في فلسطين ده كريستو شوف فريق السرعة ما شاء الله يعني بص اللي عامل اللي عامل ده انت بتقول اخر مدافع وسام هو اللي راجع يدافع اه وعمالها بص بص اللونج بص بص كريستو من نصف الملعب يعني ووسع لنفسه ياخد المشوار ده كله ويفضل ووسع لنفسه عشان ما يشدوش وبعدين برجله الشمال قدر يتعامل مع الكرة بص اهو وعي في وعي المهم انما الماتش ده يعني مثلا مثلا تضف رايب فرقة مجموع الخبرات واللعيبة الجديدة واللتصاعدين كبيرة ايه تتخلف بهدفين ولا تفقد الامل وتظل على رغبتك في انك تحسن نتيجة في الجيب جون وجيب ضربة جزاء والضيع اكتر من فرصة من نهي ضربة جزاء اللي جات في العرضة ومواجهة فريق من الدور السعودي ده فريق بعناصره الاجنبية لا الاخدود عامل نتاج طيبة جدا مع كل الفرقة المقدمة اه في الآخر التجربة انت التجربة بتقول ان انت اذا اه عناصر اه لما تشوف زي ما قالك كده اه مودست وعلاقته بيه اه وبعده لما تشوف الطاقة الايجابية حتى اللي عنده مودست اللي محدش اتقطع وتاجب بالشكل ده ايه لا مكشر ولا مكتئب ولا متعالي راجل تشعر انه سعيد بانه هو موجود موجوده بالتجربة اه اه نتمنى للجميع التوفيق نتمنى ان التجربة دي تخلينا يعني بنحط يعني زي بقولي كده اصابعنا على المنهج اللي ناخده باستمرار في انتقاء اللاعبين وخلاص فهمنا هت بيجي لك لعيبة سواء عن طريقك عن طريق السكاوتينج عن طريق الوكلاء بتعمل الهوم وورك وتعمل التقرير بيترفع لمستر كولر في المراكز اللي هو عايزها بيبتدي ينطقي بيكلف امير بيبتدي يتفاوض اذا المسألة بقت سيستيماتيك عشان محدش لا ياخد دور مش بتاعه ولا يتحمل وزر حاجة هو مش صعب خرار فيه لكن في كل الاحوال احنا يعني بيدنا نلاقي القادم افضل نتمنى فعلا ان كمان تجربة الناشئين ودلوقتي في اللعيبة اللي هي الغنيين النتيجة موجودين اه لعبوا ماتش ويد النهاردة اي حيلعبوا ماتش تاني اي يا بكرة يا بعد يعني انت بتاخد بالاسباب اي هتفرز لك التجربة نتمنى كل خير بإذن الله مش عايزين برضو ان احنا نعش من ناس اكتر مما ينبغي ده كلام مهم جدا في هذه التجربة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تفاصيل اخرى